اشتركوا في القناة يتكون هذا السؤال من سبع فقرات من نوع الاختبار من متعدد لكل فقرة منها أربعة بدائل واحد فقط منها صحيح ضأ دائرة حول رمز البديل الصحيح الفقرة الأولى محيط مربع طول ضلعه 7 سنتيمتر طبعا المحيط ومربع المربع أضلاعه متساوية أربعة أضلاع في سبعة تعطينا 28 سنتيمتر مساحة توازل أضلاع الذي طول قاعدته 12 متر وارتفاعه 8 متر يساوي متوازل أضلاع قانون مساحة توازل أضلاع طول القاعدة في الارتفاع يعني 12 في 8 تطلع 96 متر مربع مكعب طول ضلعه 5 بالعشرة ديسيمتر مساحة سطحه تساوي طبعا الإجابات عندنا بالسانتيمتر وهنا طول الضلع بالديسيمتر نحول طول الضلع إلى سانتيمتر نضرب في عشرة تطلع 5 سانتيمتر طبعا مساحة سطحه يعني مساحة كلية للمكعب طبعا مساحة كلية قانونها 6 ضرب طول الضلع تربيع يعني 6 ضرب 25 150 سانتيمتر مربع متوازل مستطيلات أبعاده 6 سانتي 8 سانتي 4 سانتي يتسع لعدد من المكعبات التي طولها 2 سانتي فإن عدد المكعبات يساوي طبعا أولا نجد حجم متوازل مستطيلات الذي يساوي الطول في العرض في الارتفاع 6 في 8 في 492 نجد بعد ذلك حجم المكعب طول الضلع تكعيب يعني 2 في 2 في 2 يعني 8 سانتيمتر مكعب نقوم بقسمة حجم متوازل المستطيلات على حجم المكعب يعني 192 على 8 حتى يعطينا عدد المكعبات يساوي 24 مكعب إذا كان حجمه 27 ديسيمتر مكعب فإن حجمه بالملي مترات المكعب يساوي يعني ديسيمتر يعني لتر نحوله لملي متر مكعب أو حتى بدون اللتر بالملي متر مكعب وحدة حجم الدرج أو العلاقة بين الديسيمتر والملي متر بينهما مليون مليون نضرب 27 في مليون تعطينا الإجابة جيم شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 12 ديسيمتر و8 ديسيمتر ومساحته 40 ديسيمتر مربع فإن ارتفاعه يساوي طبعاً مساحة شبه المنحرف تساوي نصف في مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع المساحة 40 نصف ضرب مجموع القاعدتين 12 زائد 28 ضرب سين اللي هو الارتفاع المطلوب هلأ بنختصر النصف مع العشين تعطينا عشرة بنقسم على عشرة بنقسم الطرف الثاني على عشرة 40 على عشرة بتطلع 4 ديسيمتر كاملة آخر فرع من السؤال الأول السؤال سبعة إذا كانت أبعاد قاعدة متوازي مستطيلات بالوحدات 10 15 وحدة طبعاً يعني 2 ضرب 10 زائد 15 ضرب 20 الارتفاع 20 ضرب 25 تعطينا 50 ضرب 20 ألف وحدة مربعة انتهينا الآن من إجابات أسئلة السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني والتي نستمع بها من خلالها إلى إجابات الطلاب من الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف أقوم بحل سؤال من أسئلة الاختبار الذاتي وهو سؤال اتنين من أسئلة الاختبارات الدولية بركة مستطيلة في الشكل محاطة بممر المشاة كما في الشكل ما مساحة ممر المشاة لإيجاد مساحة ممر المشاة نتبع الآتي إيجاد المساحة الكلية والتي تشمل مساحة ممر المشاة زائد مساحة البركة اثنين إيجاد مساحة البركة لوحدها ثلاث نقوم بطرح المساحة مساحة البركة من المساحة الكلية لإيجاد مساحة ممر المشاة والآن سوف أقوم بالحل المساحة الكلية الطول الكلي ضرب العرض الكلي ويساوي 70 ضرب 23 متر ويساوي 1610 متر ممر المساحة مساحة البركة ويساوي طول البركة ضرب عرض البركة يساوي طول البركة يساوي 50 متر وعرضها 18 متر ويساوي 900 متر مربع مساحة ممر المشاة المساحة الكلية نقص المساحة البركة ويساوي المساحة الكلية وتساوي 1610 متر والمساحة البركة يساوي 900 متر مربع ويساوي 710 متر مربع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الطالب جميل على إجابته المتميزة لهذا السؤال السؤال يقول بركة مستطيلة الشكل محاطة بمر للمشاة كما في الشكل ما مساحة ممر المشاة هذه البركة وهذا الممر الشكل كامل شكل مستطيل والبركة شكلها مستطيل يراد في هذا السؤال إيجاد مساحة هذا الممر لإيجاد مساحة هذا الممر نجد أولا مساحة الشكل كامل ونطرح منه مساحة البركة إذن أولا يجب أن نحسب مساحة الشكل كامل اللي هو مستطيل طول في عرض يعني سبعين في ثلاثة وعشرين تطلع ألف وستمائة وعشرة هلأ مساحة البركة برضو مساحة مستطيل الطول في العرض يعني خمسين في طمانتاش تطلع تسعمائة متر مربع مساحة الممر نقوم بطرح مساحة الشكل من مساحة البركة ألف وستمائة وعشرة ناقص تسعمائة تطلع سبعمائة وعشرة متر مربع ها نحن الآن انتهينا من حل أسئلة الاختبار الذاتي متمنية لكم المزيد من التقدم والنجاح ولكن أريد أن أنوه هنا أن هناك طالبان أرسلوا لي فيديوهات خاصة بحل أسئلة المراجعة ولكن وصلت متأخرا وأود أن أرفقها هنا بهذا الفيديو حتى أثبت أنها وصلت لدي متمنية لكم الصحة والعافية وبالتوفيق السلام عليكم اليوم سنقوم بحل سؤال خمسة من أسئلة مراجعة صفحة 48 مطلوب الآن إجاد مساحة هذا المضلع غير منتظم ولا قمنا بتقسيمه إلى جزئين الجزئ الأول متوازل الأضلع والثاني شبه منحرف سنقوم بإجاد مساحة كل من الجزئين ثم نجمحهم مساحة متوازل الأضلع تساوي قاعدة ضرب الارتفاع 12 ضرب 5 وتساوي 60 سنتيمتر مربع مساحة شبه من منحرف نصف ضرب مجموعة القاعدة دين ضرب الارتفاع نصف ضرب سبعة زائد 12 ضرب 3 وتساوي 28.5 المصاحة الكلية تساوي 28.5 زائد 60 وتساوي 88.5 سنتيمتر مربع الثالثة لأقوم بحله أولا نقوم بتحويل الجسم المربع إلى سنتيمتر مربع من الكبير إلى الصغير ضرب أربعة ضرب مئة يساوي أربع مئة أربع مئة زائد اثنان يساوي أربع مئة واثنان سنتيمتر مربع نضع الجواب هنا أربع مئة واثنان سنتيمتر مربع